دعا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تعديل نصوص دستورية قال إنها لم تعد قابلة للتطبيق وقد تسببت بأزمات مستحكمة وفق ما أثبته الواقع كما دعا صالح في بيان له إلى رفض وتعديل النصوص المنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية على نحو يجعلها حمية وخادمة للشعب ومعبرة عن إرادته الحرة وقراره الوطني المستقل مشددا على ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية في البلد والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات العراقيين